السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع إلي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا لنا جميعا الأجر والثواب أخذ هذه المجموعة من الإتصالات تفضل يا رقية السلام عليكم عليكم السلامة الله يا شخصنا إيماني بالله قوي وحب الله ورسوله واختم المضحف لكني أعاني من صواف جهري بالدين من دعا كامل بدأت عندي أفكار وتوسطت أظن بالله والثقم وصب الله ورسوله معاني حب الله وخاف منه كنت كارير الكلام وانتقرين وحيانا لا وأحيانا نتحمد من في نفسي وأجرست ذكرهم دائما معا إنني غير مرغوبة فيهم هل أنا خلص من ملة الإسلام نهائيا أو لا طيب يا رقي وإذا رجعت إلى الله إذا ناجم بطوبة نتوحة يجب الكوبتي وكيف أتبك فرأة من نوبي واجعلي بالهداية المقفرة وجزاك الله ألف خير الله يثبتنا وإياك بارك الله فيك هذا لي أمم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته عندي استثار استوى عصات عنا عزة نحمل كم من يوم بس خالتي عندها ذوي الهمم فعادي لو دخل على مرت خالي ولا لا هو عمره 14 سنة هذا من القريب لكم هو خالي بس زوجة خالي لأنه لا يكون لديها أهلها في الفترات فهي تكون بالدين فنحن دائما نكون موجودين معها فالتي صعبة تخلي ابنها في البيت لأنه من ذوي الهمم لا بس عفوا من الذي توفي خالي خالك توفي زوجت الآن في العدة في العدة طيب السؤال وين السؤال أنها خالتي تبثني تكون زيارات مرت خالي عادة تودي ابنها من ذوي الهمم هو عمره 15 سنة يعني خالتك المحادة الآن عندها ولد من ذوي الهمم تبغى تطلعه إلى أختها الثانية لزوجة خالتي زوجة خالي وش السبب ليش تطلعه لأنه ما تقدر تخليه في البيت لأنني عدله شوية ماس كوايد بس سامحيني أختي أم محمد سامحيني سؤالك تخبط علي الأمور ما فهمت عدل الآن من المتوفى خالك خالي طيب زوجة خالك الآن في العدة عندها ولد من ذوي الهمم مش زوجة خالي خالتك وش علاقة خالتك باللي توفي زوجها ما لها علاقة يعني يصير يتودي ابنها معاها قصدك خالتك الثانية تزور أختها المحادة وتدخل الولد هذا البالغ من ذوي الهمم عليها زوجة خالي اللي هي زوجة خالي طيب من ذوي الهمم إعاقة عقلية ذهنية ولا جسدية هم من المغول إذا تعرفهم أي المنغوليين المنغوليين طيب لكن المنغوليين ما بكلهم سوا بعضهم يفهم وبعضهم ما يفهم من أي النوع هو من هذا ومن هذا يفهم وما يفهم لأنه يعني مثل الأطفال وكم عمره ولو خلتها في البيت عليه مشكلة لأنه لا تعمل عند الخداني الله يكرمك يروح الحمام هي الدارية هو يتوجي بشي كان عندها هل استفسار عادي أبشري يا محمد وضع حتى المسألة أبشري مرحب مرحبا مع السلام تفضل عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام أحتر الله جزاك الله والخير يا شيء جزاك الله عننا وعن الإسلام كل خير في هذا البرنامج الضيء جزاك الله خير أنا عبد الرحمن الناجم من الأحساج من ملك العربية السعودية ونعم سؤالان السؤال الأول نبينا إبراهيم في دعوة رب يجعلني مقيم الصلاة وذريتي هل في دعائنا لذريتنا نضع الواو وهي ضعية يعني للتبعيض ولا نقول وذريتي ومن ذريين طيب طيب إن شاء الله السؤال الثاني يا شيخ ينقجموني إلى الإمامة في بعض الصلاوات وإذا قرأت نهاية صورة الإسراء اللي فيها سجدة طبعا في الجهرية الحمد لله في سجدة في السرية هل أسجد مع الجماعة أم لا يعني تقرأ في السرية صورة فيها سجدة وبالحق أنزلناه وبالحق نازل نهاية أي يعني قصدك في صلاة الظهر والعصر الظهر والعصر نعم أي طيب أبشر يا أخي عبد الرحمن نعم بس هاد والله والديك مرحب زاكر الله خير بارك الله فيك طيب طيب بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ذاق الوقت عن الإجابة عليها نعمة الله من المغرب بارك الله فيها في سؤالها الآخر تقول هل يجوز أنني أخصص وقت للدعاء خارج الصلاة وهذا أجبنا أجبنا تقول هل يجوز أنني أخصص وقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أختي نعمة الله من المغرب بارك الله فيك لا شك بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة وطاعة وقربة وهي مظهر من مظاهر محبة الله ورسوله لأن الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراء والنبي أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لما رق المنبر وقال آمين 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 تعجب الصحابة لأنهم يعني ما عرفوا سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام آمين فسألوه فقال إن جبريل أتاني فقال لي يا محمد رغم أنف مرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين ثم ذكر البقية بقية الأشياء اللهم صلي على محمد ولذلك ينبغي للناس أن يعتنوا بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مستصحبين مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين وجعله سببا من أسباب هدايتنا فتح الله به أعينا عمية وأذانا صمى وقلوبا غلفا فيكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يصطحب ذلك متابع وعمل للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه كيف الآن بعض الناس يصلي على النبي مئات وآلاف المرات وهو يخالف النبي ويعص النبي عليه الصلاة والسلام إن المحب لمن يحبه مطيعه فآتي إلى الجواب على سؤالك بعد هذه المقدمة هل يجوز تخصيص وقت يحدده الإنسان ويكيفه ويوظفه للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ننظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام هل أرشدنا إلى ذلك هل دلنا على أن نخصص وقتا مثلا الصحابة الكرام الذين لا مزايدتا على محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن لأحد أبدا أن يقول بأننا أفضل منهم في محبة النبي هل فعلوا هذا الجواب لا ولذلك يكتب الفاضلة عندنا البدع على نوعين بدع أصلية وبدع وصفية ويسمونها إضافية البدع الأصلية هي التي ينشئها الإنسان وليس لها أصل البدع الإضافية هي التي لها أصل لكن يأتي الإنسان فيستخدمها من حيث العدد أو الحالة أو الهيئة أو الكيفية أو المكان أو الزمان على خلاف ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله الصحابة الذين هم أدرى بمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كتب الفاضلة تجتنبين تحديد وقت معين لا تغادرينه ولا تفارقينه يعني تقول إن هذا هو وقت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون في الليل والنهار في السر والجهار في الخلوة والجلوة في وقت العمل ووقت الفراغ تكثرين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبو عائشة من دبي بارك الله فيه يقول عن صلاة التراويح بأنه وجد مسجدا يصلي فيه الإمام إحدى عشرة ركعة مع الوتر يقول بعدين يقوم فيصلي ركعتين ركعتين بعد ما يخرج أغلب من في المسجد ممن لا يتحمل إطالة الصلاة يقول أبو عائشة أنا ارتحت مع هذه الصلاة التي يصليها الإمام ويطيل فيها القراءة وأشعر بخشوع وشيء من هذا القبيل يقول أنكر علي شخص ذلك ما حكم هذا أبو عائشة بارك الله فيك أرتب لك الجواب بالتالي أولا بالنسبة لصلاة التراويح والقيام سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة و أنا لما أقول هذا الكلام حتى لا يفهم بعض الناس يعني أن من تركها أثم أو وقع في الخطأ الكبير لا و إنما هي سنة مؤكدة الأمر الثاني أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما جاء في الحديث الذي صحح إسناده جمع من أهل العلم أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة و لذلك من قام مع الإمام و لو بوقت يسير حتى أوتر معه و انصرف الإمام يعني سلم الإمام فسلم معه و كتب له قيام ليلة المسألة الثالثة و هي مهمة هل يجوز لمن أوتر أن يصلي بعد الوتر هذا هو السؤال أنت الآن أوترت النبي عليه الصلاة و السلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل و ترا فهل الذي صلى الوتر ممكن يصلي بعد الوتر لنفسه أو مع جماعة أخرى مثلا مثل الحالة اللي ذكرت أو أنك و أنت راجع للبيت و وجدت مسجد ما زال يصلي و حبيت أنك تدخل تصلي معهم هل هذا مشروع قولا من أهل العلم من يقول لا صلاة بعد الوتر و هذا قول ضعيف طبعا القول الثاني ذهب جماهير أهل العلم على مشروعية الصلاة بعد الوتر لكن على أن لا يكون و ترا ثانيا لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال لا و تراني في ليلة لا و تراني في ليلة و على ذلك إذا كنت ترى بأن والله يعني صلاتك مع هذا الإمام أصلح لقلبك و ترى فيها يعني الخشوع و ترى فيها يعني الخير الذي يصلك و أن تصلي معه يطيل في الركوع يطيل في السجود كما أنه يطيل في القيام ما في مانع بشرط أنك لا توتر مرة ثانية و لو افترطت بأن الإمام أوتر و أنت صليت معه الوتر إذا سلم تقوم و تشفع الوتر حتى لا تقع في ما نهى عنه النبي عليه الصلاة و السلام حينما قال لا و تراني في ليلة رقية من اليمن بارك الله فيها تقول يعني بأنها يعني محبة للقرآن و للصلاة و العبادات لكن أصابها وسواس قهري و أوصلها إلى إساءة الظن بالله و تقول أحيانا أنطق بكلمة الكفر و أحيانا أقول في نفسي تسأل تقول هل أنا خرجت من الإسلام و إذا خرجت و عدت إلى الإسلام يعني هل يعني يقبل الله تعالى توبتي أختي رقية من اليمن بارك الله فيك أولا بالنسبة للوسواس مرض من الأمراض و هو على نوعين وسوسة شيطانية يقرقر في أذني و صدري المسلم حتى يلبس عليه دينه و حتى يشتت عليه عبادته و حتى يوصله إلى ما يريد الشيطان الذي هو عدو للإنسان و وسوسة هي مرض نفسي في واقع الأمر يعني متعلق بالطرابات عقلية و بالطرابات نفسية و هذه أيضا يعاني منها بعض الناس و الوساوس على درجات و أخطرها الوسواس القهري أسأل الله تعالى أن يعافي الجميع هذا الأمر الأول الأمر الثاني لا يجوز للإنسان الذي وقع في الوسواس أن يستسلم لهذا المرض ما يجوز له أن يستسلم لهذا المرض و إنما يسرك الطرق الشرعية و الطرق الطبيعية في التداوي و العلاج الطرق الشرعية جاءت في سنة النبي جاء في كتاب الله و في سنة النبي عليه الصلاة و السلام و الطرق الطبيعية زيارة طبيب نفسي أو طبيبة نفسية لديهم نصيب و حظ من العلم الشرعي أو الثقافة الشرعية يعرفون حدود الحلال و الحرام يعرفون كيف يوجهون المريض و يصرفون له بعض الأدوية المهدئة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يسيطر على نفسه و أيضا يستعمل الرقية الشرعية أما قضية العلاج بالنسبة لك فيما يتعلق بهذا الوسواس أخت الفاضلة أولا لا تتعجبين بأن يعني مثل هذا الأمر يطرع عليك لأن هذا دليل على أن أصلا عندك إيمان و عندك محبة لله فأزعجت الشيطان فشمشم الشيطان حولك و حاول أن يبحث عن باب يدخل عليه يدخل عليك منه فلم يجد إلا باب الوسواس يمكن جاءك من باب هنا و من باب هنا باب شبهة باب شهوة باب كذا فرآك يا رقية رآك عندك يعني استعداد و قبول لمثل هذا الأمر فدخل عليك و لذلك أنت استسلمت للشيطان و جعلته يعبث بك و يوجهك مثل ما يوجه الإنسان الشيء بالرموت كنترول يسمونه هذا الجهاز هذا الواقع كما ذكرت أنت الآن بأنك استسلمت للشيطان حتى أن يجعلك تنطقين بهذا الكلام و أنت و لله الحمد في عافية في الأصل و لذلك الشيطان دخل عليك من هذا الباب و الله جل وعلا يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس يعني أنت لو ما نطقت بكلمة الكفر دل على أن لديك إيمان قوي تتحطم عليه وساوس و سهام الشيطان لكن المشكلة التي ذكرتها أنك نطقت و النبي عليه الصلاة و السلام قال إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل ما لم تكلم أو تعمل حديث النفس هذا مثل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة و السلام يقول بعضهم يا رسول الله فالله إن أحدنا ليتمنى أن يتردى من جبل يعني يسقط من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر وبعضهم يقول ليتمنى أحد لو كان حممه على أن لا يفكر في هذا الأمر فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة و السلام قال أوجدتم ذلك قالوا نعم قال هذا محظو الإيمان هذا صريح الإيمان الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس يعني هذا الإنكار من الإنسان إنكارة و كرهة و بغضة لهذا الشيء دليل على أن هناك إيمان المشكلة لما يستقبل الإنسان هذه الوسوس و يسترسل معها و يرتضيها و يعمل بمقتضاها يعمل بها هنا المشكلة و هنا الكارث و هذا الذي وقعت فيه لكن الحمد لله الذي منى الله عز وجل عليك يعني بقية العمر بدأ الله في أجلك و فسح في عمرك و الآن اتصلت هذا فرصة لك أن تتوب إلى الله و أن تعلن التوبة الصادقة و أن لا تعود لمثل هذا أبدا لا تعود لمثل هذا أبدا و لا يجوز لك أن تقول والله أنا ما أستطيع أن أسيطر على نفسي أو كذا هذا كلام باطل و غير صحيح أولا إذا جاءك مثل هذا الوسوس قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذا الأمر الأول تكثري من الاستعاذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم الأمر الثاني تقولي تقرأين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد ثالثا تقول آمنت بالله آمنت بالله رابعا الاستقامة الاستقامة فعل الواجبات و ترك المحرمات فعل الواجبات و ترك المحرمات المسألة الأخرى أن تزداد من العلم الشرعي لا بد لأن مشكلة أغلب الموسوسين ما عندهم علم شرعي و لذلك ينطقون بمثل هذه الأشياء تطلبين العلم الشرعي خاصة علم العقيدة الصحيح فإنه و لله الحمد و المن هذا جربه كثير من من وقع في الوسواس فأذهب الله عز وجل عنهم كيد الشيطان و مكر الشيطان و كذلك تمارسين عمل لما يأتيك الوسواس لا تستسلمين له غيري جلستك غيري مكانك اقرأي في المصحف اقرأي في كتب العلم شاهدي برنامج نافع اخدمي في بيتك حاولي أن تصنعي شيء حتى تنعتقي عن هذا الجو الملبد بالوسوس و الذي يحاول الشيطان من خلاله أن ينفذ إليك و الحمد لله يعني إذا غلبك الوسواس فعلا فإن شاء الله ما عليك شيء يا أخت الفاضلة بارك الله فيك لكن انتبهي و لا تتحدثين و إذا حصل في نفسك شيء خاطر من هذه الخواطر لا تتكلمين و لا تعملين و إنما تستعيدين بالله تعالى من الشيطان الرجيم التزمي هذه النصيحة و ستجدين العافية بإذن الله جل وعلا و إياك ثم إياك أن ترجعي إلى السابق لأن الله تعالى من عليك و تفضل عليك و الآن و لله الحمد أنت قادر على التوبة إلى الله عز وجل و احذري أن تموت على مثل هذا الأمر لأن ما تدري متى يلقى الإنسان ما يدري متى يلقى رب عز وجل و لذلك لابد الإنسان أن يحرص أن يموت على طاعة و عبادة أسأل الله تعالى أن يتوب عليك أسأل الله تعالى أن يكفيك شر الشيطان و شر الهواء و شر النفس الأمارة بالسوء أكثر من الدعاء و بعدها في المناسبة و هذه ذكرتني فيها إحدى الأخوات اتصلت علي من السعودية كانت تعاني مثل هذا الأمر تقول استعملت الرقية الشرعية أيضا بارك الله فيها تقول الحمد لله أذهب الله عني الوسواس ترقين نفسك بسورة الفاتحة بآية الكرسي بالقواقل الأخيرة أنت نفسك ترقين نفسك بهذه السوار و أيضا بالأوراد النبوية ستجدين العافية بإذن الله جل وعلا أم محمد من الشارق بارك الله فيها تقول يعني خالي توفي و زوجته في العدة تقول خالتي تريد أن تزور زوجة خالي حسب ما فهمت و معها شاب عمره 15 سنة من ذوي الهمم تقول هو من المنغوليين يعني هذا النوع تقول هي لا تستطيع ترك ابنها في البيت تخشية عليه و لو اصطحبته و دخل على هذه المرأة هل يجوز ذلك أم لا أختي أم محمد بارك الله فيك و أحسن الله عزاكم و عظم الله أجركم و غفر الله لميتكم بالنسبة لخالتك إذا كان فعلا ما عندها قدرة على إبقاء هذا الولد في البيت خوفا عليه لأنه إذا تركته ممكن أنه يقع في خطر و ربما يتسبب على نفسه بضرر ممكن تستحبه معها و تجعله في المجلس مثلا مجلس الرجال و توكل به أحد الأشخاص مثلا أنا أعطيك حلول تدريجية يعني و هذا ممكن يوكل مثلا أحد الأشخاص في البيت من الشباب مثلا يقال لهم يعني حافظوا عليه مدة ساعة نصف ساعة أنا جاي للعزا و بعدين أخذه إذا والله ما في مجال ولا يمكن ممكن تدخله معها على زوجة على المرأة المحادة و تحتجب المرأة المحادة مدام أن الولد هذا يعني يفهم قليلا تحتجب عنه و الحمد لله يجوز الدخول على المرأة المحادة إذا كانت متحجبة حجابا كاملا قل إلى هذا الكلام بارك الله فيك فضل يا حمد السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله في الحال يا شيخ مرحب و مسهلة عندي سؤال واحد فضل السؤال إذا كنت راح لعمرة في مكة واعتمارت خلصت وبعدين رأت في الفندق بدلت سيوابية الشيء أقبها حبيت مثلا أبا صلي في الصحة المطافي وهو ما يصير إلا الدخول إلا حق المعتمرين مثلا إذا قبل البست حرام خصوصا حق الرجال أو النساء كنت أننا مثلا إحنا معتمرين وهذا الشيء أننا نبين نصلي جدام الكعبة إن شاء الله أقوانين يقولك ما يسير واضح يا حمد أبشر إذا سويت الحركة يسير إن شاء الله يا حمد أبو عبد العزيز سلام عليكم يا شيخ عليكم السلام عندي سؤال طوال الله أمرت عندي زكاة أدفحها لشخص معين هو اللي وزعها الزكاة مثلا ألف ريال ومعها تطفير الأسهم ومعها صدقة يعني فأدفحهم له كلهم أبار وقول له هذه الزكاة لأنه أنا عارف مقدار الزكاة وعارف مقدار القطير الأسهم وعارف الصدقة كمدفحها هل يجوز الكلام هل يجب أن أدفحهم متفرقة شاء الله يا أبو عبد العزيز هذا سؤال الأول سؤال الثاني هل السجدة اللي في صورة صاد سجدت له أم لا سجدت شكر أبشر يا أبو عبد العزيز إذا كان سجد شكر وكنت نمامون وسجد الإمام هل أسجد ولا ما أسجد يعني قلت إذا سجدت تبطل صلاتك أو كده إن شاء الله يا أبو عبد العزيز شاء الله خير مرحبا مرحبا تفضلي علي عليكم السلام عليكم عليكم السلامة الله مرحب علي من جسالين إذا استرم تفضل سؤال الأول حجز رسول صلى الله عليه وسلم من تصام اليوم من تصدت سيدنا أبو بكر من عاد مريضا من تبع جنازة هل يتمل صوم الواجب برضو حتى في رمضان لو إنسان جمعا في يوم واحد شاء الله برضو المريض هذا الجدائي يعني عادي لكان غريب ما حصل أحد راح زار المستشفى و ما يعرف لي أبشري علي ثالثاني شيخ راهت القرآن من الجوال يعني في التراويح علي جائزة أم لا للإمام يعني أيوة أول من فرد الحالة يعني إن شاء الله شكرا لك شيخ أهلا وسهلا فضل يا مصطفى برماليكم و رحمة الله السلام و رحمة الله و بركاته أحبك الله يا أخي أهلا وسهلا نحبك كثيرا كثيرا جزاك الله خير بارك الله فيك رمضان مبارك الله يتقبل مننا و منكم شكر الله لك عندي بعض الأسئلة بارك الله فيك نعم تفضل هذه مع المحبة يا مصطفى ما يصلح حاول يا مصطفى حاول مرة ثانية انقطاع من عندك فضل يا هند السلام عليكم يا شيخ عليكم السلامة الله الله يحفظك يا شيخ أطول بعمرك إياكم الأيام الفضيلة على هالبرنامج جزاكم الله يمسوع كثير من الناس الله يحفظك الحمد لله شيخ الله عافيك أنا اليوم صحيت صايمة أمس تحرت و صحيت صايمة وجت الساعة 12 كذا قبل الصلاة كذا الساعة وجتني دوخة ضوية و افطرت قلت عطوني بس مي يعني دوخة يعني مي طبيعية و افطرت يلحقني يتم هذا هو الشيء طي عجزت قاوم نفسي طي و ثاني شيء شيخ أنا طفل المستشفى و صولي سكر و كذا و الدورة متاخرة علي صارها أربع أيام و أنا أدعي يقول يا رب يا رب تنزل علي الدورة يعني ما بغى أحمد هو يلحقني يتم يعني يعني يوم يقول كذا جتني الدوخة و كذا يعني أنت 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 في سؤالك الثاني تقول رحت المستشفى سويت فحص إيش سويت فحص السكر و هذا و الضغط و كذا و قلت لهم متاخرة عني الدورة ثلاث أيام أربع أيام و أنا أدعي قبل هذا و قل يا رب تنزل علي الدورة يا رب إن شاء الله ما أكون حامل و كذا يلحقني يتمنى يا شيخ يعني يلحق و ما السبب يا هندي أنك تقولين يا رب أني ما أكون حامل في مشكلة عندك يا شيخ عني يا شيخ أني أول شيء ما أقدر هذا الشيء عمر بنتي و الله بنتي عمرها سنة و خمسة شهور طيب شعب أبشر يا هندي الله حافظ مرحب و ما سهل طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله أحياكم الله من جديد الأخ عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيه يقول بالنسبة لدعوة إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة و من ذريتي ربنا و تقبل دعاء يقول هل لو قلت من ذريتي أو رب اجعلني مقيم الصلاة و ذريتي عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك و رضي الله عنك و تقبل الله دعواتك بالنسبة لأدعية القرآن يلتزم الداعي فيها ما جاء في القرآن و لا يغير ذلك فأنت إذا دعوت تقول رب اجعلني مقيم الصلاة و من ذريتي ربنا و تقبل دعاء و من هنا أنت افترت بأنها تبعيضية فقد لا تكون تبعيضية و لذلك إبراهيم دعا لذريته دعا لذريته فأصابت دعوته ما شاء الله جل وعلا و لم تصب ما شاء الله جل وعلا أيضا لأن ما شاء الله كان و ما لم يشاء لم يكن لكن عموما أدعية القرآن تلتزم فيها نظم القرآن يعني مثل دعوة آدم ربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين و هو يعني يدعو ربه له و لحوى و مع ذلك إذا أردت أن تدعو يا أخي عبد الرحمن تقول ربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين فدائما أدعية القرآن يلتزم الداعي فيها نظم الآيات يعني الآية نفسها يدعو بها بارك الله فيك عبد الرحمن من السعودية يقول قدموني في الإمام أحيانا و أصلي بهم و أحيانا يعني تمر علي مثلا آية فيها سجدة مثل التي في سورة الإسراء و تكون هذه في الصلاة السرية يعني صلاة الظهر و العصر ما حكم ذلك أخي عبد الرحمن أولا بالنسبة لسجود التلاوة سنة و ليس بفريضة بمعنى أن المصلي سواء كان منفردا أو إماما إذا مر بآية سجدة و لو في الصلاة الجهرية و ما سجد ما عليه إثم لأنها سنة النبي عليه الصلاة و السلام سجد و ترك و الصحابة رضي الله عنه مثل عمر سجد و ترك حتى يبينوا للناس بأن هذه ليست فريضة و إنما هي سنة و إنما هي سنة هذا الأمر الأول الأمر الثاني كره العلماء للإمام أن يقرأ آية فيها أو سورة فيها سجدة في الصلاة السرية نصعنا هذا الفقه يكره للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة في الصلاة السرية و السبب التشوش الذي سيحصل على المصلين و لذلك الإمام الآن أفترض أخي عبد الرحمن أنت في الركعة الأولى صلي في صلاة الظهر و سجت للتلاء و مريت بآية السجدة اللي في سورة الإسراء و الجماعة خلفك تفاجأوا الشيخ عبد الرحمن سجد و ما ركع و ما يقولون لك سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما يدرون إن قرأت السجدة لذلك الفقهة قالوا يكره لأنها تأول إلى تشوش و إلى إرباك فكرهوا ذلك كرهوا ذلك مع أن بعض العلماء يقولون لا ما يكره و على الإمام أن يستعمل شيء يفهم الجماعة مثلا أنه والله مر بآية السجدة مثل أن يظهر القراءة يعني مثلا يظهر القراءة يخرون للأذقان سجد و يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول و يخرون للأذقان يبكون و يزيد مخشوع فيظهر هذا لكن أنا أنصح لأما لا يفعلوا هذا لا يفعلوا لأن هذا سيقول إلى خلاف سيقول إلى إرباك و القاعدة الشرعية دائما الاجتماع و الإتلاف و ترك كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الخلاف و الحمد لله القرآن مليء يعني بالسور و الآيات لماذا أتقصد أنا كإمام هذه الآيات آية السجدة في الصلاة السرية فلذلك لا تفعل هذا بارك الله فيك محمد من قطر يقول أنا إذا انتهيت من العمرة أحاب أني أنا أصلي في الصحن صحن الكعبة يقول و ما يسمحون إلا للمعتمرين ممكن أني أروح وألبس لباس الإحرام حتى يسمحون لأدخل و النظام ما يسمح يا حمد بارك الله فيك سبق لي جواب و تنبيع على هذه المسألة و هي أن مثل هذا لا شك بأنه مخالفة و إحداث فوضى و إرباك أيضا أحوال المنظمين لمسائل العمرة و الحج و لذلك الجهات الرسمية هناك ما وضعت هذا النظام إلا لمصلحة المعتمرين و لمصلحة المصلين و لو أن كل شخص الآن اعتمر و انتهى و حاب أن يصلي في صحن الكعبة يروح يغش الدولة هناك و يغش و يكذب على المسؤولين اللي عنده أبواب الحرم و يقول أنا معتمر و هذا كذب و كيف الإنسان يعني كيف الإنسان يستجيز لنفسه أن يصل إلى طاعة عن طريق المعصية و الله جل و عليه يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أقول الأمر منكم و هذه التنظيمات و الترتيبات إنما لمصرحة الناس ما وضعتها كذا عبثا فلو أنت يا حمد و غيرك بدأ يكذبون و يغشون و يدلسون و يزعمون كذا صارت الدنيا في وضع أصبحت الدنيا في وضع ما 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 يترتب الوضع هناك حسابات معينة تقديرات معينة و لذلك لا تفعل يا خلفات و الحمد لله الصلاة في سطح المسجد الحرام مثل الصلاة في صحن الكعبة الصلاة في السطح كأنك مصلي عند الحجر الأسود الصلاة في السطح كأنك مصلي خلف مقام إبراهيم الأجر واحد و لله الحمد لله بل أزيدك الصلاة في الفندق اللي داخل حدود الحرام يقول كثير من أهل العلم على أنه بمائة ألف صلاة معني أنا ما أشجع المعتمرين يصلون بالفنادق اختيارا من دون سبب لا أقولهم روحوا للمسجد صلوا في الأروقة صلوا في السطح مثلا فلذلك لا تفعل هذا بارك الله فيك أبو عبد العزيز من السعودية بارك الله فيه يقول يعني أنا أعطي زكاة مالي لشخص يقوم بتوزيعها ومعها يعني أموال تخلصت منها بسبب الأسهم يعني التنقية هذه وكذلك صدقة يقول أجمعها كلها وأقول لهذه زكاة ووزعها ما حكم ذلك أبو عبد العزيز تقبل الله منك وبالنسبة لما ذكرت لا حرج لا حرج أن تجمع هذه الأشياء كلها بإسم واحد تقول للزكاة ما دام أن الزكاة هي الغالبة ما دام أن الزكاة هي الغالبة خاصة وأن الوكيل والنائب عنك سيتحرى الفقر والمساكين فالزكاة ستقع بأيدي فقير أو مسكين والصدق لا شك بأن بيد الفقير والمسكين أولى بيد غيره أن تقع بيده الفقير والمسكين أولى من أن تقع بيد غيره ومسألة التخلص من الأموال لا شك بأن الإنسان إذا تخلص من المال المحرم أو الأسهم المشتبهة أو الأسهم المختلطة هذا أيضا تخلص يعطى فقير ومسكين ولا يكون إثم فجمعك لهذه المسألة بإسم الزكاة وكون الزكاة هي الأصل والغالب يظهر لي بأنه ما في مانع من هذا أبو عبد العزيز من السعودي يسأل عن سجدة سورة صاد يقول هل هي سجدة تلاوة أم سجدة شكر وإذا سجدت مع الإمام يقولون بأن الصلاة تبطل يعني هل هذا الكلام صحيح أبو عبد العزيز بارك الله فيك بالنسبة لسجدة صاد نعم صحيح محل خلاف بين العلماء هل هي سجدة شكر أم سجدة تلاوة فمن قال بأن سجدة شكر قالوا لا يجوز أن يسجدها المصلي لأنها تبطل الصلاة سجدة الشكر ما تسجد في الصلاة ولذلك قالوا يسجدها خارج الصلاة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة والقول الثاني هو الراجع على أن سجدة صاد سجدة تلاوة وأن من عزائم يعني السجود وقد قال بهذا بن عباس وجمع من أهل العلم وثبت عنهم بأنهم كانوا يسجدونها ولذلك أخي الفاضل اطمئن فصاد سجدة صاد من سجدات التلاوة إذا صليت لوحدك سجدت وإذا صليت مع الإمام يجب عليك أن تتابع الإمام حتى لو كنت تعتقد بأن سجدة تلاوة والإمام يعتقد عفوا حتى لو كنت تعتقد بأن سجدة شكر والإمام يعتقد بأن سجدة تلاوة يجب عليك أن تتابع الإمام ولا تخالفه للقاعدة المعروفة عندنا أن يعني اختلاف الاختلاف ما بين الإمام والمؤموم في قضية الاختيار الفقهي هذا لا يجوز ولا يسوّغ للمؤموم أن يخالف الإمام يعني مثلا أنت تصلي خلف إمام مذهبه القنوط في صلاة الفجر وأنت ما ترى يعني مشروعية هذا إلا في النوازل ليلزمك أن تتابعه أن تتابعه لماذا؟ لأن هذا ليس محل إجماع يعني مقطوع به وأن مسألة خلافية بين الفقهاء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه فلذلك لو حصل أنت قرأت فيها مثلا أو اقتنعت فيها لكن صليت خلف إمام صلاتك صحيحة ولله الحمد وتسجد معه بارك الله فيك يا أبو عبد العزيز علي من السعودية بارك الله فيه يقول بالنسبة للحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما من أصبح منكم اليوم وقد عاد مريضا من أصبح منكم اليوم وقد تصدق بصدق إلى آخر ما ما جاء الحديث الذي قام أبو بكر فقال أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت فيه رجل إلا أدخله الله الجن يسأل يقول هل هذا يشمل الصوم الواجب وهل بقية الأشياء يعني لو أتى بها الإنسان منفردة عن الصيام يتحقق المقصود هكذا فهمت من سؤال الأخ علي علي بارك الله فيك ورضي عنك المقصود من أصبح منكم اليوم صائما صوم النفلي وليس صوم الفرض لأنه ما يمكن ولا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه من منكم اليوم صام رمضان مذلا أو من منكم اليوم صام النذر أو الكفار هذا ما يسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأن الذمة مشتغلة بهذا المسلم يجب عليه أن يبادر إلى إفراق ذمته وذلك بقضاء الصوم أو بصوم النذر أو غيره وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد صوم النفل من أصبح منكم اليوم صائما يعني صوم النفل فقال أبو بكر أنا من أصبح منكم اليوم وقد عاد مريضا قال أبو بكر أنا من أصبح منكم وقد تبع جنازة قال أبو بكر أنا من أصبح منكم وقد تصدق بصدقة قال أبو بكر أنا ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن هذه الخصال هي إذا اجتمعت وليس إذا انفردت لأنها تطوعات وهو عمل صالح عمل صالح عمل صالح يقوم به الإنسان فيكون يصوم في هذا اليوم يتصدق ويتبع جنازة ويعود مريض وبقية الأعمال بارك الله فيك تفضل يا مصطفى حبيبنا عزك الله خيرا أهلا وسهلا عندي السؤال أول ما هو حق الله علينا نعم وما هو حقه النبي صلى الله عليه وسلم علينا طيب وما هو حق العباد على الله شعلا السؤال الأخير براك الله فيك بالنسبة للوفاة العلماء توصى الشيخ عبد الله رحمه الله العلم واشك ينقص بالوفاة العلماء شعلا يا مصطفى عزك الله خيرا واعلم أننا نحبك في الله جميعا شكرا خيرا بارك الله فيك شكرا لك طيب طيب أرجع إلى الأسئلة عندي علي من السعودي يسأل عن قراءة القرآن من الجوال يقول مثلا هل المصلي أن يقرأ من الجوال سألت علي قلت لتقصد الإمام قال الإمام والمنفرد علي بارك الله فيك بالنسبة لقراءة القرآن في الصلاة صلاة النافلة خاصة قيام الليل ومنها التراويح لا بأس به وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن غلاما لها كان يصلي بها وكانت تأمره أن يحمل المصحف وجاء في رواية أن اسم الغلام ذكوان فكان يصلي بها ويحمل المصحف يقرأ من المصحف و الفقهة بحثوا هذه المسألة و شددوا في الفرض شددوا في الفرض قالوا ما يحمل الإنسان المصحف في الفرض و أما النفل فالنفل مبني على التسهيل و التيسير و لذلك قالوا لا بأس بحمل المصحف في صلاة النافلة طيب بالنسبة للجوال الجوال إذا كان مجتمل على تطبيق المصحف الشريف ما المانع لا بأس بحمله إذا كان الإنسان فعلا قد أغلقه يعني أغلق جهة الاتصال حتى لا تشوش عليه و قرأ منه فقرأ من المحمول كالقراءة من المصحف يعني لا فرق سواء قرأه من المحمول أو قرأه من المصحف و لذلك يجوز بارك الله فيك على أن لا يكون عادة للإنسان على أن لا يكون عادة للإنسان هذا المقصود الإمام إذا احتاج إلى ذلك و المنفرد الذي يصلي لنفسه إذا يقول الله يريد أن يختم مثلا لا بأس بارك الله فيك عند من السعودية تقول أنا أصبحت صائمة و لكن قبل صلاة الظهر بقليل أصبت بدوار و بدوخة و ما استطعت يعني أتحمل فطلبت الماء و أفطرت ماذا علي؟ هند من السعودية شفاك الله و عافاك و كتب الله أجرك ما عليك شيء و قال الله الحمد و قال منه لأنك مريضة و الله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر سواء كان المرض سابق الوقت أو أثناء الوقت يعني إنسان مثلا من الليل مرض يجوز له أن يبيت النية بعدم الصيام ما دام أنه يعتقد و يغلب على ظنه بأنه ما يتحمل الصيام أو الإنسان أصبح صائما و أثناء النهار جاء مرض مثل الدوخة اللي عندك و الصداع مثلا أو أي شيء حتى لو كان وجع الضرس يعني بعض الناس وجع الضرس عنده شديد جدا ما يتحمل يحتاج إلى مسكنات يجوز له يفطر و لله الحمد و يقضي يقضي بعد رمضان فما عليك شيء و لله الحمد لكن تنتبهين إلى هذا اليوم تقضينا بعد رمضان فضلي أحمد حياك الله شيخ مرحبا أهلا و سهلا يا شيخ بك عني استثار المطالغ اللي يحصلوها للأطفال عند الولادة و هذين و هل عليهم الحول و هل يحتاج عليهم زكاة أو لا إن شاء الله السلام الشيخ مرحبا محمد السلام عليكم عليكم السلامة الله يا شيخ الإفطار لشخص واحد بخمسمائة درهم هل هذا يعتبر من الإصراف أو لا لشخص واحد بخمسمائة درهم نعم كيف يعني وجبة واحدة بخمسمائة درهم يعني فيه بعض المطاعم تسوي وجبات لشخص معين بخمسمائة درهم أي هذا إفطار الصائمين قصدك مش الكفارة لا لا إفطار صائم أي بخمسمائة درهم نعم طيب أبشر يا محمد جاء الله خير مرحبا مرحبا سالم أيوة تضغي لي سالم والله معي يا خير الأسوال لأنه يقول لك الصيام إلى الليل هنا تتواصل يقول لك بعض الصيام إلى الليل يعني لك الله خير تتوضح لنا الساعة يعني قصدك كيف إلى الليل الليل يعني أول الليل يعني أول الليل يعني تابت أن أول الليل صحيح نعم إن شاء الله تسمع يا سالم الجواب أبو محمد أبو محمد سلام عليكم شيخ عليكم السلام حتى الله بحاجة شيخ طيب مرحبا ما سهلا أقرأ صورة الواقعة أي أقول لي مثلا إنتم تخلقوا من أنت الخالق وأقول لا أنت الخالق أو أنت نزلتهم من المذن أو أنت المذنون أقول أنت المذن يعني أنا أريد أتتربها الكلام يعني أو أقول لا لا يخطأ في صورة أهل عمرا إننا لا يخطأ عليه شيء في الأرض والله في السماء أقول لا يخطأ أي شيء في الأرض والماء أنت لا من الغيوب مثلا من هذا القبيل نعم إن شاء الله أبمحمد دعواتك شكرا لنا الله يحفظك و يبارك فيك طيب طيب أرجع إلى الأسئلة الأخت هند من السعودية بارك الله فيها تقول يعني ذهبت إلى المستشفى لعمل فحص السكر والضغط وكذا و قلت لهم بأن الدورة تأخرت علي أربعة أيام وتقول أنا دعوت الله عز وجل أنه ما يجيني عيال ما أكون عفوا تقول دعوت الله أني ما أكون حامل تقول لأني متعبة و مريضة و عندي بنت صغيرة يعني ما زالت صغيرة تقول ما حكم ذلك هند شفاك الله و عافاك و كتب الله عجري أخت الفاضلة حتى في الدعاء ينبغي للإنسان أنه يدعو بدعاء فيه سؤال الله عز وجل الخيرة فيه سؤال الله عز وجل الخيرة شوف النبي عليه الصلاة و السلام لما أصاب الناس قحت و انقطع المطر دع الله عز وجل على المنبر يقول أنس بن مالك فما نزل من المنبر حتى تقطرت لحيته من ماء السماء جاءت سحابة و انتشرت على المدينة فمطر الناس أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة فجاء الرجل من الجمعة الثانية يقول للنبي عليه السلام هلكت الأموال و جاء العيال بسبب كثرة المياه فماذا قال النبي عليه السلام ما قال اللهم اصرف عننا المطر يا رب اقطع عننا الغيث لا قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية و منابة الشجر فلذلك المسلم دائما إذا دعا الله عز وجل يسأل الله الخير أنت ما تدري الخير وين لا تقول اللهم يا رب اني ما كن حامل مثلا قولي اللهم اختر لي قولي اللهم اختر لي ما تدري لعل هل الحمل إذا قدره الله عز وجل يكون سبب من أسباب دخولك الجنة يكون سبب من أسباب رزقك و سعادتك في الدنيا فلذلك يعني انتبهي لمثل الدعوات هذه تقولي مثلا يا رب اللهم اختر لي و إن كان أنت في داخل نفسك و رغبتك إنك ما تحبين الحمل الفترة الحالية هذا ما تؤاخذين عليه لكن أنا قصدي بالألفاظ تقولي يا رب اختر لي يا رب إن كان حمل يسره و شيء من هذا القبيل بارك الله فيك مصطفى من المغرب بارك الله فيه يسأل يقول يعني ما حق الله علينا و ما حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا و ما حق العبادة على الله مصطفى بارك الله فيك رضي الله عنك أولا بالنسبة للجملتين الأوليين جمعهما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله ثم قال له مرة ثانية بعد أن سكت قليلا يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله ثم قال له ثالثة يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله قال ما حق الله على العباد أقال له أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم وهذا من أدبه رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ولذلك أعظم حق لله عز وجل هو توحيده سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به جل وعلا ولذلك أعظم شيء أعظم عبادة هو توحيد الله عز وجل والمعنى أن نوحد الله لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى لا معبود حق إلا الله فحق الله العظيم أن لا يشرك به شيئا ولذلك يجب على كل مسلم أن يوحد الله وأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله ومما يدل على عظم هذا الحق أن من وقع بضده لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولذلك قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فهذا حق الله العظيم حق العباد على الله حق تفضل من الله عز وجل أوجبه على نفسه ولم يوجبه العباد عليه تعالى الله أن يوجب عليه أحد ولذلك الله عز وجل تفضل على العباد ووعدهم بأن من لا يشرك به شيئا سيدخله الجنة بإذن الله تعالى وبرحمته سبحانه وتعالى بالنسبة لحقوق العباد طبعا عفوا حق النبي عليه الصلاة والسلام هذا حقه عظيم حق النبي عليه الصلاة والسلام عظيم ولو جلست الآن إلى آخر البرنامج لا يمكن أن آتي بشيء من حق النبي عليه الصلاة والسلام حق النبي عليه الصلاة والسلام عظيم ولذلك العلماء ذكروا مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بأربع جمل طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وآله وسلم هذا حق النبي عليه الصلاة والسلام حقه محبته وموالاته ومحبة آل بيته ومحبة أصحابه ومن آل بيته زوجات النبي عليه الصلاة والسلام محبة آل بيت النبي سواء زوجاته أو أقاربه ممن أسلم محبة أصحابه من حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا اتباع هديه وسنته لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثه الله تعالى لهدايتنا فكيف الآن نحن أمام هذه الحياء المليئة بالفصول المحزنة والمفاجآت المؤلمة والجهاد العظيم الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام حتى يوصل لنا هذا الإسلام الذي نحن الآن نتفيأ ظلاله ونعيش نعمة الإيمان كيف الآن بعض الناس يخالف النبي عليه الصلاة والسلام ويعص النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يلتف على سنته بحذلقة أو بفذلكة وهذا ما يليق هل هذا فعلا حق للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة لذلك يجب على المسلم أن يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعلم بأن كل ما اقترب والتصق بهدي النبي عليه الصلاة والسلام كان قريبا من مجلسه يوم القيام أسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يريدنا حوضه وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من من اتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم أحمد من عمان يسأل يقول المبالغ التي تحصل للأطفال حديث الولادة يقول هل فيها الزكاة إذا حال عليه الحول أحمد من عمان بارك الله فيك الجواب نعم بشرطين إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمر عربي وجب على ولي الطفل أبوه أن يخرج زكاة هذه المبالغ أو الذهب الموجود لأن الطفل يملك وينوب عنه والده أبوه أو أمه هو يملك الطفل هذا ملك للطفل والقاعدة الشرعية عند جماهير أهل العلم وجوب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون فلذلك تزكونه بارك الله فيكم محمد من اليمن يسأل يقول هناك يعني إفطار للصائمين في بعض المطاعم قيمة الإفطار بخمسمائة درهم للشخص الواحد هل هذا من الإسراف والله يا محمد بارك الله فيك يعني أنا ما أتصور هذا أنه وجبة إفطار بخمسمائة درهم يعني أنا أعتقد فيها مبالغة لكن عموما إذا كان والله الشخص عنده القدرة المالية والخمسمائة درهم ما تمثل شيء وحاب إنه والله يعني يأتي بوجبة غنية يعني الأشياء النافعة وما يكلف شيء من حيث الأصل لا شيء في ذلك ما دام عنده قدرة مالية وعنده كفاية والخمسمائة درهم ما تمثل شيء عنده لعنده خير وعنده يعني أموال ما المانع ما دام أنه يريد أن يعطي أو أن يغذي أناس أو يطعم أناس ويفطر أناس على وجبة راقية مثلا ما المانع أما إذا كان لأ شخص عادي وهذه المبالغ ممكن أن تصرف في لفقرة ومساكين يحتاجون إلى أبسط الأطعمة وأبسط الأشياء الضرورية لتمثل القوت نقول لا هذا نوع من أنواع الإسراف سالم من أبو ضبي بارك الله فيه يسأل يقول مسألة الصيام إلى الليل ما معناها سالم أخوي بارك الله فيك ورضي الله عنك الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق اللي يآن يأذن أذان الفجر إلى غروب الشمس والليل أول الليل غروب الشمس فإذا غربت الشمس بدأ الليل وليس المعنى الليل بعد العشاء أو الليل حينما تظلم الدنيا بعض الناس يعتقد أن الليل هو حينما تظلم الدنيا مثل ما فهمت ظن الأخ سالم لا الليل يبدأ من أول المغرب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو محمد من عمان بارك الله فيه يقول أنا لما أقرأ القرآن مثلا في قول الله تعالى أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون يقول أقف وأقول أنت يا رب الخالق أيضا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أقول يا ربي لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك وجميل والله هذا التدبر والتعقل والتفهم من القرآن ومحاولة أنك تعيش بروحك مع القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية فيها تسبيح آية تنزيه سبح وآية عذاب استعاذ وآية رحمة سأل وأنت مدام أنك تقرأ قراءة عادية وتقول هذا الكلام ما المانع لكن أحيانا أخوي الفاضل سياق الآيات يدل على أن الله تعالى أجاب يعني في سياق الآيات في سياق الآيات مثلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هذا إخبار الله عز وجل يخبر عن نفسي بأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فيعني إذا قلت نعم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم السر والنجوة لا بأس هذا من التذكر والتفكر وكان هذا طريقة بعض السلف هم يعتقدون بأن القرآن رسائل من الله ولذلك كان يتساءلون أحيانا حتى فعلا يكون القلب حاضر يكون القلب حاضر بارك الله فيك انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ألتقيكم غدا مباشر إن شاء الله على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته